قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم مواصلة للعملية المشتركة لمفارز الجيش الوطني الشابي لكل من القطاعات العملياتية للبويرة بومرداس والبوليدة بإقليم ناحية العسكرية الأولى تم إذن القضاء في آخر حصيل على 25 إرهابيا من بينهم أمير ما يسمى بتنظيم جند الخلافة المكنة بأبو عثمان العاصمي وهو خليفة عبد المالكة القوري رفيقة خلف الله عادة تالية في إحدى أكبر العمليات في تاريخ مكافحة الإرهاب في الجزائر تمكنت وحدات الجيش من القضاء على 25 إرهابيا من بينهم الأمير الجديد والمفت السابق لما يعرف بتنظيم جند الخلافة المسمى أبي عثمان العاصمي واسترجاع كميات كبيرة من الأسلحة عملية البويرة تأتي بعد سلسيات من العملية النوعية تم خلالها القضاء على العشرات من أبرز عناصر التنظيم الموالي لداعش وعلى رأسهم الأمير السابق للجماعة ومدبر عملية اختطاف الرعية الفرنسي إغذي جوغدال في ديسمبر الماضي عملية الجيش الوطني الشعبي في بويرة يعني تميز بالرقم الرقم كبير الضخم برقم الأعوام اللي فاتوا كانوا فيها دي بلان فيهم 15-12-8 في الأعوام الأخيرة بصحة العملية هذه تبين باللي كان تنظيم جند الخلافة الذي لا يفوق عدد عناصره 50 إرهابيين على أقصى تقدير كما ظهر في شريط فيديو إعلان البيع للبغدادي يكون قد فقد جل أعضائه بعد عملية البويرة 22 أو 25 هي تذكر أن الجماعة الإرهابية كانت من بكة تتنقل لما تتنقل بـ 25-27 فرد العدد أو المجموعة الإرهابية هذه اللي لاجت الأماكن هذه في وقت جي أس بي سي من بكة يعني ودت الولاء للقاعدة ومن بعدها الأخر نعرف اللي العدد انتحم مهوش كبير كثير وبالتالي 22 أو 25 يعني يحسوا العمليات الأخيرة التي نفدتها قوات الجيش الوطني بناء على تقارير استخباراتي تؤكد نجاح الأجهزة الأمنية الجزائرية في شل تحركات بقايا الإرهاب لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا رسلت